السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي رح أخذ نموذج أسئلة الشفوي لصف الرابع الابتدائي مادة الإنجليزي فكالعادة المعلم يوزع قصاصات للطالب والطالب يسحب وحدة قصاصة أو يشوف مثلا يقول له نفس النموذجات اللي نزلتها بس أكو بالسبيكينج يعني بالأسئلة تختلف فيقول له أو بين نيور بوكس مثلا سفل يفتح الطالب على رقم سبعة يبدي يقرأ الا القطع المرشحة هذي صفحة ستة هذي القطع صفحة ستة وصفحة سبعة هاي لازم يحفظ هن الطالب طبعا القراءة مالتها يعني منازلة فيديو عليها موجودة القوائم التشغيل هي أكثر شي صفحة ستة وصفحة سبعة وانتوا يعني شوفوا شون المعلم شنطاكم شنية القطع الموجودة القطع الموجودة أكو قالوا قسم من عندهم هذي صفحة 20 هي هاي قصة قصة الفأر والأسد مع عيني فالمهم تقرون القطع اللي قللكم عليها المعلم أو المعلمة احنا راح يعني رشحنا هنا معنماتنا هذي صفحة ستة وصفحة سبعة يقراها يعني بس يقراها قراءة حلوة زيان هاي أخذناها بعد شنش عدنا عدنا نزلت لكم أسئلة تقريبا عشر أسئلة يعني 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 قليل خاصة بالمنهج مالتكم مثلا هذي يعني نقول له يعني يعني يسأل المعلم الطالب ما اسمك مثلا نقول له اسمه أكرم اسمه أكرم أو أنتم شوفوا أساميكم نقول عمري عشر سنوات كيف حالك بخير شكرا هل انت من العراق نقول له نعم لماذا هذه الممحة أو المساحة يعني 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 مالت هل أنت تحب الأورنجز هل أنت تحب الأورنجز العصير البرتقال نقول له yes I do زي do you like me slide يعني نقول له هل تحب هاي الزحليقة yes I like what's what day is today ما اليوم شنو مثلا day is today يعني شنو اليوم نقول له مثلا it's Sunday Monday يام الاسبوع لازم تحفظوها Sunday, Monday, Tuesday زي what's the capital of Iraq ما هي عاصمة هاي عدة مرات تتكرر يعني بالنماذج what's the capital of Iraq بغداد بس يقول له بغداد do you like the bars يعني شنو bars يعني هاي القطبان do you like bars نقول له yes I do هل تحبها what's the time ما الوقت time هاي عدنا موضوع بالساعات من منهجكم it's eight o'clock مثلا تقول له who's who is who's what's this what's this تقول له مثلا it's a pen it's a book who's this who's a pencil يعني مثلا تسئلة على الألوان الألوان حفظوها تقول له شنو اللون الأحمر الأسود الأحمر مثلا red الأبيض white الأسود black شنو بعد عندنا منهجكم التخاص الأخضر green وهاي اللي خاصة بالألوان وشنو بعد مثلا تسئلك تقول لك شنو لهذا يا لون التشيرت التلابسة هذا التشيرت مثلا قميص أبيض تعطي هذه القميص أبيض تقولها it's مثلا white هي هاي أسئلة الشفوي لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي وبالتوفيق